تخاف من الاهل المصريين؟ من مصريين نعم أنت خائف من جمهورهم ولا من الفريق؟ جمهورهم وفريقهم وكل حاجة بس على أرضك؟ على أرضي؟ والله ألعبوا اللعب لو مدريمين صاري هاي ما يبارك سلام طيب كم توقع؟ الاهل المصري؟ والله إن شاء الله وعطروا فمكم بصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراكوا في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة شاهد تصرحات أحمد حجازي بعد مباراة الأهل والتحجد السعودي عبر المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لقاء الدفاع للاتحاد عن ساعدته بالفوز الكبير على أفلاند سيتي بثلاثية العبور لربع نهاية كهس العالم للأندية لقرة القدم يوم الثلاثية الماضي وأحمد حجازي في تصرحات لقناة السفي الرئيسية السعودية عقب نهاية اللقاء السابق اللي اتحاد حقق فوز مهم للغاية في هذه البطولة الكبيرة وسط أجواء جماهيرية كبيرة وأضاف المدافع المصري الدولي أن اللعبية للاتحاد حققوا الفوز الكبير اليوم بأضاء قوي معربا عن أمل في مواصلة هذا الاتحاد والأداء لتحقيق المزيد من الانتصارات وعن مواجهة المقبلة للاتحاد أمام الأهلي في ربع نهاية منديال الأندية شدت حجازي على أن المباراة عمرها ما سيكون سهلة أول تعليق من كريم بنزيمة عن النادي الأهلي بعد مباراة اليوم فاجأ الكابتن كريم بنزيمة لعبية الفريق القروي الأول لقلع الحمراء بقرار من العيار الثقيل وذلك بعد انطلق مباراتهم أمام التحق جدى السعودي على ملعب الجهار الزرقاء بالسعودية واستقر الكابتن محمود الخطيب على ألحاق ببعثة للنادي الأهلي في السعودية من أجل تحفيز اللاعبين بالحضور من أرضية الملعب المباراة بالأضافة للتدريبات في الملعب أيضا وكان النادي الأهلي استعد على قادة المساق من أجل الوصول إلى الإيجادة الكاملة بعد ملاقات التحق جدى السعودي في المباراة التي انطلقت اليوم الجمعة في تمام الساعة الساملة مساء ورعب النادي الأهلي بقادة الفريق إلى الوضوان النهائية وذلك بعد الأداة لزيزارة على التحق جدى ومن خلاله فاز على أوكلاند سيت النيوسالامري بثلاثة أهداف نصيفة شاهد بالفيديو تصرحات جاريدو مدرب الاتحاد عن الأهلي المصري أكد الأرجنتيني جاريدو مدرب فريق التحق جدى أن فريقه لعب مباراة قوية وأظهر روحها مميزة أمام النادي الأهلي المصري في مصر الفريق في كاس العالم للأندي 20-23 وتأهل الاتحاد الذي يلعب بين صفوف النجم من مصر أحمد حجازي إلى الدور الثاني في المندي العب بفوز على أوكلاند سيتي بثلاثة نظيفة افتتح البرازيل الروميني أهداف الاتحاد في الداية 29 من زمن اللقاء من تزديدة قوية سكنة يمين الحارس وأضاف الفرنسي نجولو كانتي سنة هدف فريق العميد في الداية 34 من تزديدة صاروخية سكنت يصار الحارس واختتم الكريم منزيمة سلاسية العميد في الداية 40 من زمن المباراة وقال جايردو في المؤتمر الصحفي أعتقد أننا بالفعل لعبنا مباراة ممتازة لعبنا بروح الفريق وكنا ملتزمين وأعتقد أن مشاهده الجمهور بداية جاهدة في هذه البطولة وأضاف اللعبون يشعرون بثقة بعد هذا الفوز مع الضغط النفس اللي سيكان علينا في الفوز في المباراة اللي افتتحية أمام جماهرنا الآن حان الوقت بينما قال الفرنسي نجولو كانتي لعب فريل الاتحاد والحيز على جازة أفضل لعب بالمباراة أعتقد أن لعبنا بطريقة ممتازة ولعبنا لكي نفوز واذا يعطينا دفع للأمام وثقة بالنفس للمباراة قادمة علينا أن نسترجع الآن ونستعد مرة أخرى وكان عبق حجازي أكد أهمية الفوزة لذي حققه الفريق على نظره فريق أوكلاند سيت نيوزلندي أول تعليم من مارسي الكولر مدرب الأهلي عم مباراة الأهلي والتحاج جدا السعودي ووجه السويسري مارسي الكولر المدير الفني للنادي الأهلي رسالة إلى جمهير المرد الأحمر بعد موجات الاتحاد السعودي في كاس العالم للأندية ووجه الأهلي نظره الاتحاد السعودي ضمن منافسات ربع نهاية كاس العالم للأندية والتقى الفريقين اليوم الجمع في تمام الساعة السامنة مسامة بتوقيت القهرة والتسعب توقيت المملكة العربية السعودية وأكد مارسي الكولر أن الفريق لم يكن جاهزا لمواجهة التحاج جدا وعشره لأن المشاركة في بطولة كاس العالم للأندية للمرة الثانية مع الأهلي وقال مارسي الكولر في تصرحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي قدمنا مستعجية في النسخة الماضية من البطولة ولكن هذه المرة هدفنا إظهار أداء أفضل وأنتمون الخطوط متقربة لتسجيل الأهداف وتابع البطولة تمثل ضغط كبير على الجهاز الفن واللعبين خاصة أن جماهير النادي الأهلي ترغب في الفوز دائما ونحن نعمل على إسعادهم ونحافظ اللاعبين للظهور بأفضل شك شاب الفيديو تصرحات جاريدو مدرب الاتحاد عن الأهلي المصري أكد الأرجنتيني جاريدو مدرب فريق التحاج جدا أن فريقه لعب مباراة قوية وأظهر روحها مميزة أمام النادي الأهلي المصري في مشهور الفريق في كاس العالم للأندي 20-23 وتأهل الاتحاد الذي يلعب بين صفوف النجم المصري أحمد حجازي إلى الدور السالي في المندي ألعب بفوزه على أوكلاندو سيتي بثلسية نظيفة افتتح البرازيل الروميني أهداف الاتحاد في الديا 29 من زمن اللقاء من تزديدة قوية سكنت يمين الحارس وأضاف الفرنسي نجولو كانتي سنة أهداف فريق العميد في الديا 34 من تزديدة صاروخية سكنت يسار الحارس واختتم كريم بن زيمة سلاسية العميد في الديا 40 من زمن المزارة وقال جايردو في المؤتمر الصحفي أعتقد أننا بالفعل لعبنا مباراة ممتازة لعبنا بروح الفريق وكنا ملتزمين وأعتقد أن مشاهده الجمهور بداية جاهدة في هذه البطولة وأضاف اللعبون يشعرون بصقة بعد هذا الفوز مع الضغط النفس الذي كان علينا في الفوز في المباراة الافتتاحية أمان جماهيرنا الآن كان الوقت بينما قال الفرنسي نجولو قانتي لعب فريل اتحاد والحيز على جهزة أفضل لعب بالمباراة أعتقد أن لعبنا بطريقة ممتازة ولعبنا لكي نفوز وإذا يعطينا دفع للأمام وثقة بالنفس للمباراة القادمة علينا أن نسترجع الآن ونستعد مرة أخرى وكان عمد حجازي أكد أهمية الفوزة لذي حققه الفريق على نظره فريق أوكلاند سيت نيوزيلاندي أول تعليم من مرسي الكولر مدرب الأهلي عم مباراة الأهلي والتحجد السعودي ووجه السويسري مرسي الكولر المدير الفني للنادي الأهلي رسالة إلى جمهير المرد الأحمر بعد موجات الاتحاد السعودي في كاس العالم للأندية ووجه الأهلي نظيره للاتحاد السعودي ضمن منافسات ربع نهاية كاس العالم للأندية والتقى الفريقين اليوم الجمعة في تمام الساعة السامنة مساء بتوقيت القهرة والتسعى بتوقيت المملكة العربية السعودية واكد مارسي الكولر ان الفريق لم يكن جاهزا لمواجهة التحق جدا وعشاره لان المشاركة في بطولة كاس العالم من الهندية للمرة التانية مع الاهلي وقال مارسي الكولر في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي قدمنا مستهجات في النسخة الماضية من البطولة ولكن هذه المرة هدفنا اظهار اداء افضل وانتمون الخطوط متقربة لتسجيل الاهداف وتابع البطولة تمثل ضغط كبير على الجهاز الفن واللعبين خاصة ان جماهير النادي الاهلي ترغب في الفوز دي امان ونحن نعمل على اسعادهم ونحافظ اللاعبين للظهور بافضل شك شاهد بالفيديو تصريحات جاريدو مدارب الاتحاد عن الاهلي المصري اكد الارجنتيني جاريدو مدارب فريق التحق جدا ان فريقه لها المبارقة ويهو اظهر روحه مميزة امام النادي الاهلي المصري في مشهور الفريق في كاس العالم للانديه 20-23 ودلوقتي وصلنا لمحاة سؤال الحلقة تفتكروا ايلي بيحصل فناد الاهلي في الفترة الاخيرة اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي اول مرة تشوفنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان وصلكم كل جديد بنقدموا اول باول وقبل ما انين الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي اشتركوا في القناة